انتو عارفين حضراتكم ان انا كل اسبوع بختار لكو ماتش بنتكلم عليه ماتش في ذويك والحقيقة الاسبوع ده انا يعني استمتعت بماتش تكتيكي كبير جدا من مورينيو في ماتش توتنام وارسنل طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان توتنام وارسنل الدربي بتاع نورث لندن او شمال لندن واحد من اهم الدربيات في انجلترا واحد من اهم الدربيات التاريخية في انجلترا وانا لعبت ماتشات ارسنل و توتنام كتير وكان كنت محظوظ ان انا جبت جون في ارسنل وانا في توتنام في الدربي واجواء الدربي الماتش اللي فات بيتلاقي من غير جمهور لكن مورينيو اكد بعد المباراة ان هو فاهم تصريحاته ان هو قال لهم ان الماتش ده بيعني الكثير جدا للجمهور ولازم تلعبوا علشان خاطر الجمهور وليس قادر ان هو يحضر معنا في المباراة وقدر ان هو انتوا عارفين ان امازون شارعين الرايتز بتاعة الكواليس بتاعة توتنام وده سبب ازعاج كبير جدا للمورينيو حتى بعد التعاقب مع توتنام ووراق كان في الاول رافض وجود كاميرات جوه بالنسبة للمدارب المدارب ده مزعج جدا امازون شركة طبعا كبيرة جدا دخلوا اشتروا الكواليس وقعادين جم مورينيو بيصوروا كل حاجة فقال لهم ان اكيد امازون مصورين اللي انا قلته للعيبة انا استخدمت العامل النفسي بشكل كبير جدا كنت عارف كنت بلعب بكل بساطة ان انا عارف ان ارسنة بيبدأوا الهجمة من وراء فانا كنت مستنيهم تحت وبلعب على الهجمة المرتدة لكن عايز اقوليكم مورينيو بيتعامل في المطشط الكبيرة بزكاء كبير جدا هو طبعا رجل محنق في المباراة الكبيرة مورينيو بدأ المباراة بال4-2-3-1 ولكن لما كان بيخسر الكرة او وهو معهوش الكرة كان بيقلبها 4-4-2 وكان لو تجولنا شباب المشكلة اللي كانت موجودة عن او الشيب بتاع توتنام في الشوط الاول كان عنده مشكلة جبيرة جدا اه وهو وهي بيبدأ الهجمة كانت بتتقلب لتلاتة ديفيز على طول واقف وقريب يعلق قريب يعلق كأنه وينج باك ولوكاس مورا بيبقى كأنه وينج باك شمال وديفيز دايما بيستلم الكرة في رجله فبتتقلب كأنها 3-4-3 لأ نرجع بالصورة اللي فاتت يا شباب نرجع بالصورة اللي فاتت دايما مورينيو بيلعب باتنين لعيبة على الدايرة واحد من مرة 6 اجريسف والتاني لعيب كورا دايما كنت لقيت يلعب بداير ومعاه يا وينجس يا لوسيلسو يلعب بسيسوكو ومعاه يا وينجس يا لوسيلسو المرة دي اختار ان هو يلعب باتنين لعيبة على الدايرة لعيبة كورا واستغنى عن فكرة البلاي ميكر او اللعيب صنع اللعب اللي فوق وخلى صنع اللعب بتوعه من ديبر بوزيشن يعني ايه باهم اللي اتنين اللعب تدايرا دول باهم اللي بيصنعوا اللعب من اماكن بدري في الملعب وتعامل بسكاة كبيرة جدا عشان يسحب الوينجرز بتوع ارسنال ويفضي اللعب الوينجس والوسيلسو ان هم يبقى عندهم وقت على الكورا ويقدروا يلعبوا كورا لسون و لوكاس مورا اللي بينزلوا يستلموا دايما في رجلهم وهاري كان اللي بيجري في المساحة او العكس اتنين بيستلموا في رجلهم ومساحة نخش في الصورة اللي بعدية ده الشكل دايما بيلاقوا مورا ما بين الخطوط ودايما كان بيتحرك في ظهر ديفيد لويس او ما بين الظهر الثلاثة اللي بيلعبوا وراء وبيتحرك في ظهرهم بيرانداد شانلز ودايما بيدوروا عليه والصورة اللي انتوا هتشوفوها نجيب الصورة اللي بعدها شباب هنشوف قد ايه هاري كين دي كرة حسبت اوف سايت في الشوت الاولاني ازاي ان هم بيخشوا الجوة ودايما بيدوروا الوقفة طبعا بتوى التلاتة بتوى ارسنال كاريسية وانا بقول ان ارتتة مدارب كويس ومدارب عنده افكار كويسة ولكن دايما هيواجه مشاكل بالاسماء اللي موجودة بالذات في وجود مصطفي وديفيد لويس دايما عندهم حتة عدم تركيز عندهم مشكلة كبيرة جدا وارسنال من اكتر الفلة اللي كان متقدمة وبعدها رجعت خسرة المباراة هم واستهان في البريمير ليج عندهم عدم تركيز كبير جدا فمورينيو كان زكي جدا في بداية الهجمة وكان عنده اصرار كبير جدا ان هو يبدأ الهجمة من تحت وانا بتكلم الكلام المدربين بتوعنا الصغارين والمدربين حتى بتوعنا دايما لازم يدوروا انهم يستفيدوا من افكار والمدربين الكبار ومش عيب المدرب اللي عايز ينجح ويكبر لازم دايما يحاول يتعلم من اي معلومة ممكن تصله فانا متمنى ان يبقى فيه مدربين بيتفرجوا علينا ويشوفوا ازاي ان ممكن فكرة واحدة تخليك ان انت تكسب ماتش وازاي ان انت عندك مشكلة في التسعين ديها تقدر ان انت تقرأها وتعدلها ودي اهمية قط اللبس وازاي ان ممكن بين الشوتين تعمل حاجة مختلفة الشوت الاولاني توتنم كان عنده مشكلة وعايزين يجيب الصورة شباب مهم جدا كان عنده مشكلة جدا ان سون وكيم كانوا منعزلين على نص الملعب في الحالة الدفاعية والشيوب الدفاعي وكان وسط ملعب الارسنل بيستلموا الكرة دايمان بارتحيا ارتحية جدا نماشي الصورة يا شباب دي الصورة بتاعت التانية دي الصورة اللي موجودة طبعا ارسنل بيلعب التلاتة وراء التلاتة ودايما كان بيدور على تشاكا وكابيوس وان هما يحاولوا يستلموا الكرة في الصورة اللي بعدها يا شباب على طول سون وكين كانوا بيروحوا يبيعوا نفسهم وما بيقفلوش زوايا التمرير على لعيبة نص الملعب بتاعة ارسنل فكانت لعيبة ارسنل لعيبة نص الملعب كابايوس وتشاكا هم اللي اتنين بيستلموا الكرة بارتعاية كبيرة جدا وبيلفوا وبيدوروا على بيبي وبيدوروا على لكازيت اللي بينزلوا استلموا في رجليهم ودايما اوباميان جفدي جيجي في ظهر الديفنس نفس الفكرة فنشوف ازاي مولانيو عدل اسلوب اللعب اه ما بين الشوتين وطلب من سون وكين ان هم تضروب باك وان هم دايما يقربوا من لعيبة نص الملعب بتاعة ارسنل علشان شايفين بعد كده ده 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 في الشوت الاول دايما كابايوس فاضي ودايما تشاكا فاضيين نمشي بالصورة يا شباب نمشي ده كل ده الشوت الاولاني في الشوت التاني في الشوت التاني ده كان الشيب الدفاعي بتاعتنا سون ده حتى قبل ما يجيبوا الجون ده دايما ده دايما في الواحد واحد ان سون وكين هم الاتنين دي دروب باك بقاهم بيلعبوا اه اه في خمسة وعشرين متر ولغوا الفكرة بتاعة ارتيتا ان ارتيتا يلاقي لعيبة نص الملعب بتاعة ارسنل وبقا وبقا بيلعب ان هو يلعب في ظهر الوينج باكس بتوع اه اه الارسنل عن طريق سيسوكل اللي كان بيلعب اه اه رايت متفيلدر بيلعب في نص الملعب السنية يتلمين والنحقة التانية لوكاس مورا كاليفت متفيلدر وهو اهم الاتنين بيستلموا الكرة في ظهر الديفنس وقدروا انهم يعملوا مشاكل كبيرة جدا اه للارسنل مهم جدا ان اشرح لحضراتكم افكار للمدربين ازاي المدرب الفاي بيقدر ان هو بتحريك ان هو يقرأ مشاكله جوه الملعب ومورينيو ذكي جدا في قرية مشاكله جوه الملعب اه 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 ادر بزكاء كبير جدا اه طبعا ان هو يلغي ميزة ارسنل في الشط الاولاني ان هم دايما كانوا بيلقوا لعيبة نص الملعب بيلقوهم بسهولة جديدة كبيرة جدا وده كان بيطلع دايما سون وكين برا اللعب وكان بيخلي عندهم مشاكل مشاكل تطنم عندهم مشاكل كتيرة جدا في الشط الاول